وصفت منظمة المطبخ المركزي العالمي مقتل موظفيها في قطاع غزة على يد إسرائيل بأنه أمر مأساوي وأشرت المنظمة إلى أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يحضران تماما استهداف عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين في قطاع غزة من جهته قال خوسي أندرس مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي إنه على إسرائيل التوقف عن القتل العشوائي وتقييد المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين وعمال الإغاثة واستخدام الغذاء كسلاح